الأمين العام الخارجية الجزائر والناس مجرمان أكد أن تطورات على الصحتين الأقليمية ودولية التي تفرض واقع جديدا أعدت لواجهة نقاش الدولي موضوع إصلاح مجلس الأمنة مشددا على قناعة الجزائر بحاجة المجلس اليوم إلى الصوت الأفريقي الدبلوماسي الجزائري يجدد تأكيد على ضرورة تصحيح الظلم التاريخي الذي تعاني منه القارة الأفريقية باعتبارها الغائب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين موضحا في السياق وجوبة لاتجاه نحو عملية إصلاح تعيد للمجلس فعاليته وقدرته على التحرك في وجه تهديدات المتناوية للسلام والأمن الدوليين إضافة إلى همية أن يشمل الإصلاح جميع المسائل المتعلقة بأساليب عمل المجلس واستعمال حق النقدة أمر الذي يزيد من قناعتنا بحاجة المجلس اليوم للصوت الأفريقي صوت الحكمة صوت الالتزام وصوت المسئولية إن المطلوب أولا هو تصحيح الظلم التاريخي الذي تعاني منه القارة الأفريقية باعتبارها الغائب الوحيد في فئة الأعضاء الدائمين والأقل تمثلا في فئة الأعضاء غير الدائمين لذلك تطالب إفريقيا بحقها في الحصول على مقعدين دائمين بالإضافة إلى مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن مع جميع الامتيازات المرتبطة بهذه المقاعد أن المطلوب ثانيا هو عملية إصلاح تعيد للمجلس فعاليته وقدرته على التحرك في وجه التهديدات المتنامية للسلام والأمن الدوليين أن المطلوب ثالثا هو إصلاح لا يقتصر على تحقيق مجلس يكون أكثر تمثلا للدول النامية وعلى رأسها أفريقيا بل يتعد ذلك ليشمل جميع المسائل المتعلقة بأساليب عمل المجلس واستعمال حق النقض والتفاعل بين المجلس والهيئات الأممية